سنجد النقطة السادسة اللي هي normal concentration أو بنقصين نرماليتي يرمزها برمز N النرماليتي شانتو تساوي الاكوفلانت ابسوديوت وحدة الاكوفلانت مقصوم على volume ابسولوشن بوحدة اللترة الاكوفلانت ابسوديوت اللي هو عدد المكافئات مقصوم على حجم المحلول بوحدة اللترة يعني هيكون عندي الوحدة الاساسية للنرماليتي اللي هي الاكوفلانت على اللترة حنجيها هنا講ه معرفنا في الملابتي الملابتي قلنا هي عدد مولات السليوت مقصوم على حجم المحلول باللترة وعرفنا كيف نقدر نحسبها عدد المولات اللي هو رمزنان البرامز N وقلنا ان عدد المولات شان كان يساوي، يساوي الوزن على الوزن الذري فهانا نجيو نعرف الاكوفلانت او المكافئات ماذا تساوي؟ تساوي الوزن على الوزن المكافئ يعني الايكوفلنت تساوي الويت على الايكوفلنت ويت الوزن معروف يعطي لكي بالجرامات الايكوفلنت ويت كيف نقوم بحسبه الايكوفلنت ويت هنا هو نفس الموليكولر ويت مقصوم على من؟ على اكس يعني انتبه معي هنا القانون شين يقول لي عدد المكافئات للمذاب مقصومه على حجم المحلول باللترة عدد المكافئات المضاب كيف نحسبه؟ نحسبه بالوزن على الوزن المكافئ الوزن المكافئ شين يساوي؟ الوزن الذري اللي يتعود من حسبوه مقصوم على اكس اكس هالي شين تمثل؟ ببقى اني تكلمت عن اكس فهنا حنجي نتكلم على انواعها الاكس اوكي مش عافي كيباينة الاكس عندها اربع حالات اذا كان المحلول اللي عندي عبارة عن حامض فقيمة الاكس هالي هتكون هي عبارة عن عدد ضراءات الهيدروجين ايون الموجودة في الحامض كيف على سبيل المثال عندي هنا الهيدروجين او الهيدروجين او الهيدروجلوريك اسد ال HCl فكيف نقدر نحسب الاكوفلنت الاكوفلنت كيف نقدر نحسب الاكوفلنت الوزن المكافئ الوزن المكافئ الوزن المكافئ سيساوي شن في الحالة هذي الوزن الذري اللي هو يرمز لبرانز M WT اللي هو الموليكولر ويت مقصوم على من مقصوم على اكس الاكس هنا في حالة الحامض امقصوم على الهيدروجين حيث هو عدد الهيدروجلوريك اسد كم عنده هيدروجين هنا عنده 1 فاكوفلنت ويت بالنسبة الهيدروجلوريك اسد كم سيساوي سيساوي الوزن الذري كم هو الوزن الذري نكدر نحسب 1 للهيدروجين زائد الماليكولور كم الوزن الذري 35 مع بعضهم 36 حسنا ستكون 1 كم على مول نفس مكان نحسبه فيه سابقا فنجيها هنقول 36 مقسمها على كم؟ على 1 ليش 1؟ اللي هو عدد ضرات الهايدروجين ايون في الحامض في الحال هذي كان عندي حامض الهايدروكلوريك وعدد ضرات الهايدروجين كان عددها 1 هنجي نأخذ المثال الاخر اللي هو حامض السلفوريك أسد اللي هو H2SO4 لما نجيني بنحسب الاكوفلانت ويت أو الوزن المكافئ شن يساوي الوزن المكافئ؟ يساوي الوزن الذري أو بين قصين الجزائي مقصوم على من؟ مقصوم على X الـ X هذي بالنسبة للحمض شن هي أو شن تساوي؟ تساوي عدد ضرات الهايدروجين ايون في السلفوريك أسد كم عندي هيدروجين؟ عندي 2 فكم الوزن الذري الوزن الذري نجي نحسبه هنقول 2 في 1 زائد 32 دي الكابريت زائد 4 في 16 لأن الأكسجين الوحدة في 16 وهنا عندي كم أكسجينة؟ عندي أربع أكسجينات فإجماليهن كم سيكون؟ لو تجي تحسب ستجد أنهم 98 جرام على مول فالوزن المكافر هنا شن هيساوي يساوي الوزن الذري اللي هو 98 مقصوم على عدد ضرات الهايدروجين في حامض السلفوريك أسد اللي هو كم في الحالة هذي؟ 2 98 على 2 حيطل فيها 49 يعني الوزن المكافر بالنسبة للحامض هيساوي الوزن الجزائي أو الذري مقصوم على X الشن تمثل عدد ضرات الهايدروجين في الحامض ب افتبر هنا أنه لا يوجد حامض عندي محلول قاعدي فكيف نحسب الوزن المكافر؟ الوزن المكافر المحلول القاعدي سيساوي ربعا هذا الوزن المكافر اللي هو المصدب E Q شن سيساوي؟ سيساوي الوزن الذري أو الجزائي على X بالنسبة للقاعدة بالنسبة للقاعدة شن تمثل؟ عرفنا في الحامض تمثل عدد ضرات الهايدروجين آيون أما بالنسبة للقاعدة فهي تمثل عدد مجموعة الOH يعني على سبيل المثال السوديوم هيدروكسايد لما نجي نحسب الكوفلانت ويت سنقول الوزن الذري كم الوزن الذري؟ هنا عندي 23 وهنا 16 زائد 1 فنجي نجمع سنجد أن النهاتج عبارة عن 40 الوزن الذري اللي هو 40 مقصومة على X القاعدة عدد مجموعات O H اللي هو مجموعة هيدروكسايد كم عندي مجموعة هيدروكسايد 1 فهنا سيكون 40 قسمة 1 ب40 الوزن المكافئ اللي هو كوفلانت ويت للسوديوم مكلبايت سيساوي 40 لو خليت مثال ثاني على قاعدة اللي هو الماغنيزيوم هيدروكسايد الماغنيزيوم هي الماغنيزيوم J O H 2 وزن الذري مقصم على من؟ مقصم على اكس اكس بالنسبة للقاعدة شن تساوي عدد مجموعات الو اتش كم عندي مجموعة الو اتش؟ عندي اثنين فنجي نقول هنا اثنين كان وزن الدري طبعا عندي موجود انا هنا يلي هو ثمانية وخمسين حنقسمها على اثنين حيطيني تسعة وعشرين اوكي وبالطريقة هذي يعني الاكس عرفناها لما يكون عندي حامض لما يكون عندي قاعدة بيفرض ان انا عندي ملح اوكي كيف هنقدر نحسب الاكس او كيف هنقدر نحسب الاكوفلانت ويت بالنسبة للملح شن امثلة الاملاح اول ملح متعرفين عليه او متعرف عليه اللي هو السوديون كلورايد اللي هو ملح الطعام لما نجينا نحسب الاكوفلانت ويت خلاص ما نتفقين نحنا الوزن المكافئ شن يساوي الوزن الدري ها اصلا ما تتغيرش مقصومة على الاكس الاكس بالنسبة للاملاح شن تساوي تساوي عدد الشق الموجب او السالب مضروب في تكافؤة كيف يعني هنا عندي السوديوم كلورايد وين الشق الموجب ما هو السوديوم كم عندي السوديوم هنا عندي واحد مضروب كم تكافؤ السوديوم اوحادي ليش اوحادي لان هنا طبعاً كم ان يكون هنا اوحادي ما تبنش لما هنا اثنين ثنائي لا يبنش لما يكون هات wear ثلاثي وهذا ثلاثي ما يكتبانش يختصر مع بعضهم فهنا السوديوم تكافأ أوحادي ويوجد مننا واحد فقط فكم هيكون قيمة الأكس في الحالة هذي هتكون واحد بالنسبة للملح أو ناخذ الشق السالب من الشق السالب في الحالة هذي اللي هو الكلورايد كم عندي كلورايد أنا هنا عندي واحد الكلورايد كم تكافأ موجود قدام السوديوم كم تكافأ الكلورايد تكافأ واحد معناها واحد فيه واحد كم هيعطيني واحد يعني على الجهتين يعطيني واحد وهو لازم يعطيك واحد على الجهتين فهنا هنجي نقول الوزن المكافأ لكلورايد السوديوم حيساوي الوزن الضري مقسم على اكس كم قيمة هالاكس واحد كم وزن الضري للسوديوم هنجي نحسب حنجد أنها 58 قسمة واحد يعني 58 هنجي ناخذ مثال الثاني على الملح حتى هو اللي هو الكاليسيوم كلورايد لاحظ معي هنا تكافأ الكاليسيوم يكتب أمام كلورايد وتكافأ الكاليسيوم كأنه موجود واحد لكن لا يكتب يكتب أمام الكاليسيوم فلو نبي نحسبنا قيمة الاكس عشان تحصل على الكوفلانتويت لانه نحن عرفين الكوفلانتويت شين هيساوي هيساوي الوزن الضري على الاكس خلاص الوزن الضري انا ما عندي شيء مشكلة انا دعنا نحسبه اما الاكس كيف هنحسبها هja حناخذ ياما الكاليسيوم ياما الكاليسيوم يجبBM واعطيني هنا اثنين نفس الناتج خلقيني أخذ الكاليسيوم الكاليسيوم هنقول العدد 1 في تكافأ كم تكافأ وحادي اثنين في واحد باثنين يعني على الجهتين لازم يطلع نفس قيمة الاكس فحنجي نأخذ الوزن الدرمي لكل سيموكلوريل ونقسم على اثنين ونتحصل مننا على ونتحصل مننا على الوزن المكافئ اخر شيء هو الاكسيد كيف نحسب الوزن المكافئ نفس الملح نفس الاملاح بالضبط هنجي نقول هنا هذا اكسيد الماغنيزيوم اللي هو الامجي او تو الامجي او تو هنجي نقول الاكس ماذا تساوي تساوي عدد ذرات الشق المؤكسل مضروبه في عدد الالكترولات المفقودة او مكتسبة او عدد ذرات الشق المختزن مضروب في عدد الالكترولات المفقودة او مكتسبة كيف المركبة عبارة عن الشقين اوكي هنا عندي ماغنيزيوم وهنا عندي اوكسيجين او اكسايد الاكسيجين المجي دائما سيكون موجه باتنين حيفقد بينما الاكسيجين نقص باتنين الاكسيجين شين تكافوه ثنائي اوكي والماغنيزيوم شين تكافوه ثنائي يعني لو خلينا هنا ناحية الماغنيزيوم سنقول التكافو الثنائي كم عدد الماقنيزم عندي هنا ؟ واحد. اثنين في واحد. اثنين. قيمة الاكسب كم ؟ اثنين. تعال لنا على النقطة الثانية. هنعملها معاملة الملح. العدد في التكافأ. هنجدي الاكسجين. لو قلنا خليناها من ناحية الاكسجين. هنقول الاكسجين كم عدده ؟ واحد. في تكافأة كم ؟ اثنين. كم الناتج ؟ اثنين. يعني الاكوفلانت ماذا يساوي في الاكسجين ؟ يساوي الوزن الذري على اكس. اكس عرفناها كيف نتحصل عليها. اللي هي الشق الفاقد او المؤقصد في عدده. او الشق المختزن في عدده. اوكي. هنجيه هنا وناخذ مثال. اوكي. قبل ما ناخذ مثال. فيه نقطة لابد ننبه عليها. وهي طريقة سهلة جدا. فيه اللي يقول لي انا خايف نخبط. اني كيف نقدر نحسب الاكس وكيف نخبط فيها. فهنا عندي تحويلة بسيطة جدا ما بين المولاريتي وما بين النورماليتي. نقدر نستخدمه بشكل مباشر. نحن عارفين ان المولاريتي. فكرتها اسهل من النورماليتي. لان المولاريتي. عدد مولات المذاب على الحجم باللتر. عملية حسابتها عملية سريعة. اذا كان عندك عدد مولات مش موجود اللي هو الان. هنقدر نحسبه كيف نحسبه. نقول ان الوزن. على. الوزن الذري. ونقدر نحسب المولاريتي. بشكل سريع وسهل جدا. بينما النورماليتي. قصة. يعني هل تقول. عدد المكافئات. عدد المكافئة يساوي الوزن على الوزن المكافئ. عدد المكافئ يساوي الوزن الذري على اكس. فمعادت ايش؟ معادت لخب. انت بتحل. بسرعة. فهذه عندي تحويلة ما بين المولاريتي. والنورماليتي. شنهي التحويل هذي. التحويلة ان. ان المولاريتي. اللي هي الام. تساوي. النورماليتي. مقسومة على الاكس. شنهي الاكس خلاص عرفناها. كان هوا قاعدة. الشق. الشق القاعدي. معناها عدد مجمعات الاوتش. اللي هو هيدروكسايد. كان حامض. معناها عدد لارات الهايدروجين. اذا كان ملح. معناها. الشق الموجب. مضروب في عدد. اه. في تكافأة. او عدد الشق السالب. مضروب في ايش. في تكافأة. فهذه تحويلة سريعة. ناخذ النورماليتي. عن طريق. المولاريتي. يعني. بمعنى اخر. ان النورماليتي. تساوي. المولاريتي. مقسومة على اكس. يعطيك الناتج بشكل سريع. ناخده مثال على النورماليتي. عندي هنا. كالكوليت. ذا نورماليتي. او سالفوريك اسد. احسب النورماليتي. لحامض السالفوريك اسد. او حامض الكابرتيك. سلوشن. كونتينينج. 24.2 جرام. من الحامض. يعني المحلول. يحتوي على. 24.2 جرام. من السالفوريك اسد. ان. ومية. او ثمانة وتسعين ملي لتر. يعني. حجم السلوشن. مية. وثمانية وتسعين ملي لتر. بينما. السليوت. او. جرامات السليوت. اللي هو السلوشن. 24.2. المطلوب مني. هنا. نحسب من. نحسب. النورماليتي. النورماليتي. شن تساوي. في القانون الاساسي. تساوي. الريكوفلانت. of. سليوت. مقسمة على. من. الفوليوم. of. سليوشن. بواحدة من. اللتر. وهذه بواحدة من. الريكوفلانت. يا اما نستخدم القانون. الي هو التحويل. الما بين. مولارية. والنورماليتي. الي هو يقول لي. النورماليتي تساوي المولارية مضربة في من؟ مضربة في الاكس حنحلها بالطريقتين يعني هذه الطريقة المباشرة وهذه الطريقة الغير مباشرة الطريقة الغير مباشرة ستكون أسهل لكن حنحلها بالطريقتين عشان نشوف انه سيطلع عندي نفس الناتج أول شي هذي هنسميها رقم واحد و هنسميها رقم اثنين فرضا لو ان احد استخدمت القانون المباشر اللي هو يقول لي ان النورماليتي يساوي عدد المكافئات للمذاب مخصوم على حجم المحلول باللترة فانا هنالي بنجيب الاكوفلانت اوف سيليوت شنه يساوي الاكوفلانت يساوي يساوي الويت الاكوفلانت على ويت الويت عندي هو الوزن الاكوفلانت ويت شنه يساوي يساوي الموليكولا ويت الوزن الجزائي او الوزن الذري على الاكس الوزن الذري يساوي او السوفوريكسد ما عنيش اللي هو حنقدر نحسبه هكو قيمته 98 مقصوم على الاكس الاكس في حالة الحامض ماذا تمثل عدد الضرات الهيدروجين كم عندي هيدروجين اثنين فعندي هنا 98 مقصوم على اثنين اعطيني تسعة واربعين اوكي فحنجي هنا ناخذ القيمة نعوض فيها فوق هن سيجد عندي الاكوفلانت ماذا تساوي الوزن اللي هو 24.2 مقصوم على تسعة واربعين سنجيب الالة 24.2 قسمة تسعة واربعين سيعطيني كم بوينت تسعة واربعين الوحدة تسعة واربعين الوزن مكافئات هذي هنأخذها ونعوض فيها في القانون الاساسي اللي هو الان تساوي المكافئات كم مكان رقمتها 0.49 على الحجم بوحدة اللتر كم الحجم عندي 198 ملي لتر لما نحاول اللتر مقص ما على ألف هنأخذ 0.198 الوحدة لتر فهنجيب نشوف كم حيطلع الناتج حيطلع الناتج 2.49 نورماليتي فرضا أنا حليتها بالطريقة الثانية اللي هي الطريقة الغير مباشرة اللي هي باستخدام من؟ باستخدام أو بمعلومية المولارية فهنجيب نقول النورماليتي تساوي المولارية مضروبة مضروبة في من؟ في X نحن عارفينها بالنسبة للحمض وهو حامض الهايدروكليريك حامض السلفوريك معلش كم كما قمتها؟ 2. هي عدد الظرات الهايدروجين المولارية كيف نحسبها؟ هنقول المولارية تساوي مول 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 مولارية 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 عدد المولاد اللي هو N ماذا يساوي؟ يساوي الوزن على الوزن الذري هو الموليكولر كم الوزن عندي؟ 24.2 على الوزن الذري اللي هو 98 تعال احسب هتقول 24.2 بسمه 98 هيطلع فيها 0.24 مول تعال خذ عدد المولاد وعوض فيه هن عشان نحسب المولارية هنقول المولارية تساوي 0 2 4 مول على الحجم باللتر كم الحجم باللتر؟ 0.9 8 لتر اقسم القيمة هذه على 0 أو 0 1 8 9 1.24 مولاريتي خلاص حسبت المولاريتي تعال عوض في القانون هذا وقول أن النورماليتي تساوي 1.24 مضروب فيه كم؟ مضروب فيه 2 الاثنين هي تمثل الاكس اللي هي عدد ضرار الهايدروجين ايون يعني اضرب هاد القيمة في اثنين حتى تحصل على نفس الناتج وهو 2.49 نورماليتي يعني عندك الطريقة المباشرة اللي هي هتكون اطول شوية وعندك الطريقة الغير مباشرة اللي هي عن طريق حساب المولارية بحكم أن حساب المولارية اسهل من حساب النورماليتي وتضرب على يطول في كم؟ في ال اكس اذا كان قاعدة مجمعات الهايدروجسايد اذا كان حامض ملح الشق الموجب او الشق السالب في عدد التكافؤة العدد في التكافؤة بالشكل هذا اكي؟ اشتركوا في القناة